انتقادنا الموقع تاني واحنا لسه موجودين مكملين معاكم في محافظة البحيرة اشجار اللمون واحنا بنتكلم عن ان اي زيادة فيه الانتاج من كل المحاصيل ده في حد زيادته مكسب للاقتصاد المصري الاول اتعرف بيك وبرحب بيك احمد عبد الرحمن على الاول انا انت مزارع وفي نفس الوقت بتدرس زراعة صح؟ ان شاء الله بنوفقك نسبة الملوحة او ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بيأثر على المحصول ازاي؟ بيعمل مجموع مجموع نواشف فوق بيأثر عليه في الزهر المحصول ايش في مجموع خضري بيأثر عليه في كل دورة حياته يعني النموه كامل الارض اللي احنا فيها دي انت قلتلي ان انت فيها من زمان يعني دي اردك وارض عمامك لما كانت نسبة الملوحة فيها مرتفعة قبل استخدام التكنولوجيا معالج المال المغناطيسي كنتو زرعين ايه و ايه المشاكل اللي كان بتحصل في المحصول؟ المشاكل اللي كان بتحصل ما كانش فيه زهر ما كانش فيه مجموع خضري كان فيه نواشف دايما كانت الشجرة دايما مصفرة تحمل لغات كيب؟ هو يتحمل لغات ربعمية لغات ربعمية؟ اه وبعد كده بقى يحصل له مشاكل؟ وبعد كده بتزيد مع المشاكل لو زادت نسبة الملوحة الشجرة دي امرأة ديه؟ ديهت يمكن تمنتاشر سنة هو يعدي ما شاء الله لما كان فيه نسبة ملوحة مرتفعة كان ايه المظاهر بقى الاجهاد اللي عليها؟ لان انا شايف ان انا درات وقاب جنب شجر يعني المعدل نمو الخضري ممتاز اللون السقان الانتاج كان فيها مشاكل دي؟ اللي احنا شايفينها كان فيها مشاكل داي كانت قضخم من كده وطبعا مع بعد تركيب الجهاز حصل عملية تجليم تخفضت الشجرة عشان تدي نمو خضر جديد وتبني حقا شجرة جديد رأيك ايه في معالج الميال المغناطيسي؟ كويس وجميل موفر كتير يعني بالنسبة اللي احنا كنا بنعالج الملوحة هنا كل شهر كان يعني الفدان كان بيعدل عشر تلاف جنين في المعالجة الملوحة بتصرف عليه اه لكن هو طبعا موفر جامد لان انت دلوقتي لو واحد عنده عشر فدادين في الموسم تعدي معا مبلغ جامد يعني اللي هيجيبه من هنا حطه هنا كان دلوقتي هو رخيص وفي النهاب بنفس الوقت يعني قيم وجميل يعني بيجيب نتيجة بسرعة نسبة الملوحة كانت تسعمائية قبل تركيب الجهاز بقالنا شهرين اه عملت تحليل تاني؟ اه عملنا تحليل ده حليل كيف يام دلوقتي؟ حليل دلوقتي في ستمائة منخفضة يعني ستمائة منخفضة اه وانا شايف ان اهم حاجة بنسبة لكم المرضود على الشجر يعني واضح على الشجر ان هو بيتغير معا اتغيره بنسبة جامدة يعني نسبة اتعدى كتر من نص بالرغم من انا بصراحة اقولها لك يعني انا شايف ان ما فيش اهتمام برضو بالارض هنا يعني فيه حشاش كتير ما فيش تواجد لكم ثم الارض كانت تعبانة كانش لحد نفسه انه ينزل طبعا الارض كانت مجهدة جامد كل اللي بينزل نفسه بتستهد شايف مجموعة خضرية ناشف كله ما فيش انتاج يعني فده اللي مؤثر علينا عظيمة ان في سنة الفتح ونجي المرة الجاية ان شاء الله نلاقي فيه اهتمام اكتر بدن بالعلم بتدينا نغير واقع كان مؤسف بتدينا نشوف انتاج بتدينا نشوف الاشجار وحيويتها يعني انا واقف ما شاء الله كل الاشجار اللي حولي ابتدت ترجع لها مظاهر الحيوية والانتاج فبشكرك وربنا يوفقك المكان ده فين بالزل البحيرة مركز بدر قرية النجاح قرية النجاح اي حد عايز يشوف التجربة دي على ارض الواقع قرية النجاح في البحيرة مركز بدر يجوا تفرجوا معالج المياق المغناطيسي مرضوده ايه على الارض النجاحات اللي حققها احنا بنوصق نجاحات حقيقية من داخل المزارع شكرا لكم وإلى اللقاء